Hello everyone, how are you? Let's talk about parts of the body درسنا النهاردة عن أجزاء الجسم تعالوا بينا نشوف مع بعض أهم حاجة أن نازم طفلي يشاور على كل جزء من أجزاء الجسم عشان موضوع سهل عليه استعبه أو ممكن هو كمان يجيب صورة ويرسمها ويكتب فيها كمان part of the body ويشاور على أجزاء الجسم الموجودة في الصورة تعالوا بينا نشوف مع بعض عن شرحها ازاي أول حاجة لما جاء سألوا أقولوا where is your head where is your head في الراسك وهو هيشاور عليها ويقول head head where is your hair where is your hair 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 where is your eye where is your eye 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 but طبعا احنا عندنا عانين فهنقول I have two eyes I have two eyes where is your nose where is your nose 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 where is your ear where is your ear 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 I have two ears I have two ears I have two ears I have two ears where is your mouth where is your mouth 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 teeth brush your teeth 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 brush your teeth ton طبعا يجي شاور على لسانه ونقول ton ton ونخلي بالنا كلمة ton ياولاد ان هو فيها تلات حروف silent اول حاجة حرف القو مش هتكي عليه واقول ton لا هقول ton حرف القو خبيه شوية حرف g يعتبر silent حرف u برضو يعتبر silent وحرف e برضو يعتبر silent ما بقاش معانا اللي بيتنطوهم لحرف t والن هما بس اللي بيتنطو في الكلمة دي ton ton where is your neck where is your neck 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 where is your shoulder where is your shoulder 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 I have two shoulders I have two shoulders I have two shoulders I have two arms Where's your arm Where's your hand Where's your hand lodem I have two arms bar arm 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 أنا عندي عشر سوابع وفي كلمة stomach هنا طبعا أخذنا قبل كده مع بعض بتنطق أجه لكن في كلمة دي بالذات هنا حرف الـ H بيكون وتنطق معنا لترسي بس stomach where's your leg where's your leg 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 I have two legs I have two legs where's your knee where's your knee وهنا حرف الـ K صانت لو جاء بعدي لترسي ن على طول knee I have two knees I have two knees where's your foot 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 I have two feet I have two feet كلمة foot جمعها feet feet where's your toe where's your toe اللي هو الصبع بتاع الرجل أو القدم I have ten toes I have ten toes وكده أخذنا part of the body وشرح لهم من أولادنا وأهم حاجة النازم الطفلي شاور تيمة على أجزاء كسمه أو يستخدم الصور ويبدأ يشرح بيها عشان موضوع يكون سهل عليه وما تنسيش طبعا يحل الموجودة في كتاب عشان الموضوع يثبت معاه أكتر وأكتر وأكتر أتمنى يكون شرح أعجبكم واشوفكم مع الفخير وقولكم good bye